بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثانية من برنامج خواطر من القلب طبعا بذكري لمشاهد الحلقة الأولى يتفضل ويشاهدها في السلسلة الخاصة بها على قناتي وخلينا اليوم إن شاء الله حنتناول مع بعض في حلقة هذا اليوم أسئلة مهمة جدا ممكن أنها تساهم في تغيير كبير في حياتك أيضا تثير وتحفز من عقلك الباطن والعقل الواعي لأنه يغير من بعض الأفكار والمفاهيم اللي هي بتراودك بشكل يومي وخلينا نبدأ مع بعض هذه الأسئلة بعد هذا الفاصل بشكل مسموع عشان نركز في هذه الأسئلة وبطلب من كل واحد يجيب برقة بيضاء ويجاوب على تلك الأسئلة ويشاركها في التعليقات معنا إن شاء الله تعالى والآن أعزائي المستمعين خلينا نبدأ بسؤال مهم جدا وهو لماذا أنت تنهض من نومك؟ هل أنت تنهض من نومك من أجل أن تقوم بممارسة الأعمال اليومية والروتونية لأنت بتمارسها بشكل يومي وبشكل اعتيادي؟ طيب خلينا نتفكر في هذه الأعمال والأنشطة اللي نحن نأديها بشكل يومي هل إحنا أضفنا قيمة للناس؟ هل إحنا أضفنا منفع حقيقية لذاتنا ولأنفسنا ولعائلاتنا؟ أم كان هذا اليوم عابر سبيل؟ يعني كان يوم روتيني ذهبنا إلى العمل رجعنا من العمل قمنا ببعض المهام الروتينية اليومية وبعد ذلك خلدنا إلى النوم يعني فكر في فحوى اليوم والأنشطة اللي أنت قمت بتنفيذها هل هو يوم عادي أو هو يوم غير عادي؟ إذن فكر عندما تنهض من نومك هل القيمة التي أنت تضيفها للحياة؟ هل هي القيمة التي أنت بالفعل خلقت من أجلها؟ إذن لازم نفكر بهذا السؤال يوميا سواء في الليل أم عندما ننهض من نومنا يجب أن تطرح على نفسك هذا السؤال وبالفعل لما أنا طرحت على نفسي كان هناك إجابات غريبة وتفكرات وتأملات بصراحة يعني ساهمت بشكل كبير أنه هي بدأت أنها تغير في مجرى حياتي إعادة هذا السؤال وطرح عدة مرات على نفسي إذن أنا بحكي لحضرتك حاولي تجاوب على هذا السؤال بأكثر من وقت وبأكثر من صيغة على ورقة بيضاء حتى تستفيد من هذا السؤال ومن العصف الظهني للأفكار للإجابة على هذا السؤال وخلينا الآن نتناول السؤال الثاني مع حضراتكم ما هي القيمة التي تسعى إليها من وراء حياتي؟ ما هو الهدف الذي أنت تعيش من أجله؟ ما هي القضية التي تبنيتها وتكافح من أجلها؟ إذن هل أنت تعيش حياتك بين إضافة قيمة للناس إضافة قيمة لنفسك بدون إضافة فائدة تعلم مهارة جديدة تبني مبدأ معين منفعة وتقديمها للناس إذن هل أنت تعيش بدون قيمة؟ إذن ابحث عن إجابة لهذا السؤال إجابات متعددة حاول أنه أنت يعني دونها على ورقة وحاول تعيد التفكير في إجابة هذا السؤال سوف تجد الكثير من الأفكار التي قد تلهمك والتي قد تتبناها من جديد حاول إذن الإجابة على هذا السؤال ما هي القيمة التي تود تبنيها في حياتك؟ السؤال الثالث حطره على حضرتك ولكن حاول أنه أنت تحط إجابته على هذه الورقة وحاول يريد أنه في التعليقات أشوف الإجابات المتنوعة هل أنت إنسان عادي؟ يعني هذه ثلاث كلمات حاول أنه أنت تجاوب عليها بكل صراحة هل أنت إنسان عادي؟ فكر وتأمل في هذا السؤال وخلينا أنتقل مع حضراتكم للسؤال الرابع هل خلقت لتكون إنسان عادي؟ يعني هل أنت مخلوق من أجل أنه أنت تكون إنسان عادي أم لا؟ يعني الكل بيطمح أن يكون إنسان متميز، إنسان غير عادي، إنسان له بصمة في هذه الحياة، له لعبة نادرة، له عملة تنافسية بنافس فيها الآخرين حاول أنه أنت تشوف ما هو الذي يميزك، ما هي لعبتك، ما هي العملة النادرة التي تتميز بها وأنه أنت تحاول تنمي هذه العملة، تنمي هذه الموهبة الفطرة واللي ممكن أن تصير من خلال إنسان غير عادي إذن حاول وضع إجابات سيناريوهات لهذا السؤال أيضاً وخلينا أشوف التعليقات لو سمحتم على هذا وصلنا مع حضرتكم للسؤال الأخير وهو لماذا لا أكون مؤثراً ومهماً في حياة الآخرين؟ يعني أنا هذا السؤال بطلب من حضرتك تضع الإجابات المناسبة ويريت تشاركونا بهذه الإجابات يعني أنا مش هعلق كثير على هذا السؤال حترك لكم هذا السؤال يعني حاول تسأل نفسك مرة مرتين ثلاثة وتترك لنفسك المجال تصرح وتجول في خيالك وحاول أنه أنت تدرج هذه الإجابات على ورقة بيضة ويريت تكتبها وما تحرمنا من الإجابة لهذا السؤال هيك أنا بكون انتهيت من حلقتي لهذا اليوم وتركتكم مع أسئلة تثير يقولكم وأتمنى أن تصرحوا بخيالكم وإبداعتكم يعني ليكون هناك إنتاج مثمر وإجابات رائعة ونوعية لهذه الأسئلة أتمنى أن أشوفوا الإجابات في التعليقات لا تنسوا مشاركة الحلقة والإعجاب لا يستفيد غيركم من الناس وخليني أشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج خواطر من القلب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعن لنضيف قيمة لمجتمعاتنا ترجمة نانسي قنقر